أحبيت أهدي قناة السعيدة ملالة خاصة من كلمات نشون الشيبان ملحاني ألا قناتنا السعيدة تقرب الفرحة وهي بعيدة ألا ليلة 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 ألا برامج وفكارها فريدة ألا وفكارها فريدة في كل يوم ألوانها عديدا ألا هذي سعيدة فرحتي وعيدي ألا فرحتي وعيدي وحبها كأن نظفي وريدي ألا ليلي 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 ألا قناتنا بإلا أكرمي ويقودي ألا بإلا أكرمي ويقودي وخبري الأحباب عن وجوده ألا طير السعيدة طار بي ويحلاق ألا طار بي ويحلاق أرض اليمن الكل إليها يشتاق أيضا فيه ملالة أخرى لمايا خاصة لمايا خاصة لمايا الله يعفظك ناقل خاصة لمايا نبدأ نتعرف عليك أولان كيف حالك ضيف الله الحمد لله بخير عرفنا باسمك ضيف الله عبد العز الشيباني ضيف الله صوتك رائع نشكوك الله يعفظك وكلمات الأستاذنا شوان أيضا جميلة ورائعة واسمي اسم قناة السعيدة نشكوك إذن اللي نفهمها من اليوم فيها دراع الماشية إن معنا ضيف الله والملالة أو الصوت الجميل في القراءات طبعا كان إنشاد قرآن ملالات وأشياء مختلفة متعددة صح؟ نعم أعطينا نبذة عن نفسك أولا أنا أولا كنت إنشاد في الإنشاد في مقال الإنشاد إنشاد منذ طفولتي من عدناء عمري 12 سنة كذا في المدرسة كان لي يعني جمهور بشكل كبير جدا داخل المدرسة واشتهرت في المدرسة بعد المدرسة في الإنشاد والقرآن اشتهرت بعد المدرسة انطلقت في معاهد المقاورة للمدرسة جميل بعد المعاهد دخلتها للقامعة واشتهرت على مستوى القامعة يعني يعرفون القامعة كلهم بفضل للحمد لله الحمد لله لاتك العافية التخصصك في القامعة كان؟ مختبرات طبية برافو عليك الإنسان عندما يجمع بين العلم والفن الأدبي أو الصوت الموهب الأدبي الجميلة رائعة ارتبط المواقف الفنية أو الإنشادية أو الملالات أو غيرها في حياتك الشخصية هل في مواقف صادفتك في حياتك فما كنتش يعني قدر أنك تتصرف فيها أو تعبر عن مشاعرك كانت مشاعر فراح أو حزن أو تألم فبتلقى إلى أنك تدندم بصوتك حصل موقف حزين ليه مع يا شو ذو الحزن اللي لك نحن هنا نبشها الأحزان مع أم يوم مسافرتي صنعة وبقيت حزين جدا مشتاقة ليه قلت بميني ضمّا وخذيني يا أمّا بميني ضمّا وخذيني يا أمّا حضني بيدكي والألبي سمّا ست الحبايب كلنا من دمك أنت أول عينما فتحة أتلينك أنت أنت الحبيبة يا الله حننوطي به يا الله أنت الحبيبة يا الله حننوطي به يا الله والجنة تحت آدامك يا غليا يمّا الله يحفظ لك الوالدة ويحفظ أمها تنقم يعني إن شاء الله طيب إرتباطك أو بمواقف معينة أطرف موقف حصل لك مش قادر تنساهل الآن يعني موقف غريب طريب أطرف موقف عدو أمسة سواق متر كان بيصدي من الكبار بملاف لعني التقنا نبينوه يعني مسافة كده بينوه بينوه أربعة متر وين الطرفة بالموقف؟ أين الطرفة بالموقف؟ يعني كم بيزومة كنت أضحك لها رب نقلنا أنا جارينا ليس نتش أفداني إذا نقول أغرب موقف أغرب موقف؟ أغرب موقف حصل لك حمد لله شامد شامد كنت أمس قلت عيم عايش أحضر شكل لنا بالملاقة الحمد لله على كل حال لكن هذا ليس طريف أنا الطريف يعني موقف مضحك موقف أنت تقول لي أطرف موقف؟ كي لا أحد يزدمنا في الحقيقة هذا موقف طريف والله يا حبي أغرب ماشى أبداً إحنا الآن إيش يحذب إحنا أدرع الماشى ونخلي الأمور تلقائية طيب أسعد موقف؟ لم تحسيت نستك سعيد ومبسوط جداً أكثر موقف أصابك بالسعادة أشعرك بالفرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلطك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم ما شاء الله عليك أحيانا الإنسان في تأثرة بقارة معين يحب أن يقرأ له على سماته طيب ننتقل من القرآن إلى الملالة نحن نخبط الآن بكل الألوان نحاول في خاذ الفقدرة نستثمر كل الموابل الموجودة معك اخرج من القرآن إلى الملالة ألا ينجم عالي في السمات وضع ألا في السمات وضع ما دام ما يالي الملالة تسمع يعني يعني ألا يسن على ما يالي في عالي يسن يسن ألا وعلى في عالي معدن ذهب والساد في وصال الله يحمدك ألا ليلي 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 ألا تعملقت مايا بلا منافس ألا بلا منافس الله يحفظك يا ضيف نحن سعداء جدا أننا التقينا معك اليوم تعرفنا عليك على موهبتك أمنية أخيرة تتمنى أنها تتحقق لك هو ليس أمنية أخيرة هي أمنية أخيرة في هذه الفقرة لكن الأمنية كبيرة جدا أمنية تتمنى أنك تتحققها على مستواك وحياتك بشكل كامل أتمنى أن أكون نقما في مقالي الإنشادي على مستوى العالم إن شاء الله العالم العربي أو الأقنبي العربي العربي الأقنبي أعمل لهم لا لا أقنبي أعمل لهم أغنية أقنبي متعرفش نشودة أقنبي في معي يا أخي نشودة لطائر السعيدة نقدمها نختم فيها إذن هذا اللقاء في هذه المنشاء الله خاصة لطائر السعيدة أغربي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ملاذ المسرفين يا رجال السائلين هب لنا منك يقين يا أمان الخايفين يا ملاذ المسرفين يا رجال السائلين هب لنا منك يقين ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي ضاقت بدروبي تهت في بحر الكروب ربي فاغفر لذنوبي وارحمي القلب الحزين وارحمي القلب الحزين يا أمان الخايفين يا ملاذ المسرفين يا رجال السائلين هب لنا منك يقين الله أعطيك العافية إن شاء الله وربنا يحقق أمنياتك في هدراع الماشي ودردش على الماشي في طاير السعيدة سعيدنا جدا بك يا ضيف الله وإن شاء الله ربنا أعطيكم العافية والله العظيم كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة كبيرة الله يحفظك لفت بسيطة من طاير السعيدة وإن شاء الله قد حققت كل أمنياتك ونشوفك دائما متألق على العالم العربي بشكل الله إن شاء الله إذن هدراع الماشي كانت هي فقرتنا الحالية لكن ما زالت لدينا عبد من الفقرات في طاير السعيدة كونوا معنا